في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرا فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح مرحبا بكم في قناتكم ببفلو كما رأيكم تشوفو هنا يا معايا هذا مطلوع الفارينة بالملعقة الخشبية ما شاء الله بدون عفو بدون عجن بدون ذلك أكثر من رائع نطيبه من تحت فوق الفرن من فوق نطيبه داخل الفرن يعني ما شاء الله تقدروا تقولوا خبز الفرن ولا خبز الكوشة ولا مطلوع بأبسط طريقة ممكنة وسهلة جدا عندي على بركة الله أرط الفارينة أرط الفارينة قصت به يعني ذالي أربع كيسان من كسلير في 22 مليل لتر ونصف ملعقة ملح أكل وملعقة ونصف خميرة الخبز ومع ملعقة أكل سكر إذا كان الجو دافئ جدا عندكم تقدروا تديروا ملعقة خميرة الخبز فقط هنا كأس حليب دافئ وكأس ماء دافئ ممكن نعوض كأس الحليب الدافئ بكأس ماء زائد ملعقة حليب بودرة إذا لم يتوفر الحليب بودرة أو الحليب كأسين من الماء يكفي يفي بالغرض طبعا هنا أحاول أن أجعل الخميرة تتفاعل مع السكر بالقليل من الحليب الدافئ أصب باقي الكمية الحليب في الفارينة وأخلط ملعقة خشبية أضيف كأس الماء تقريبا أضيفه كله دالي أربع كؤوس فارينة وكأسين ماء يعني كأس ماء وكأس حليب ممكن تعاوض الحليب بالماء عادي الشحال من خطرة درته بزوج كيسان ماء وتقريبا تحصلت على نفس النتيجة اللي عندها ملعقة أكل حليب بودرة دير ملعقة أكل حليب بودرة دخلتها مع الفارينة والملح وهنا طبعا فقط في هذه المرحلة نتحصله على عاجين لاصق جدا يعني سائل نوعا ما ونخبط مدة دقيقتين لندخل الهواء داخل الفارينة هكذا باش ندخل لهواء بهذا الطريقة فقط مدة دقيقتين لا أكثر ولا أقل وما تخافوش من عاجينة لأنها بعد ما ترتاح وتخمر ذوك نقولكم السر ليخليها شيشة ورتبة كيلقطن شوفوا كيف شولت بعد دقيقتين دوك هنا نخليها تختمر مدة عشر دقائق طبعا طرشون بتاعي أغسلتو بالماء ونواصرتو باش ندير رطوبة فهمتو للعاجينة ولا أغضيه بكيس بلاستيكي ولا هنا أراني نكسر لهو التخمير اللولا ودهني يديكم بزيت سيتون ولا زيت النباتية هكذا هالطريقة فقط نكسر لهو الخمورية بتاعه هذا هو السر ليخليه ناجح هاد الخطوة نديرها ثلاث مرات يعني درتو مرتين وهاذي المرة الثالثة وفي الأخير أيضا أقوم بنفس العملية فقط ونزيل الخميرة يعني يكون خطامر ونهبط لهو الخمورية دوك هنا نحي العاجين في البلون تخافي طبعا بزيت الزيتون أنا نخدم زيت الزيتون ثم أخدموا بزيت النباتية لما عندكم ش زيت الزيتون طبعا دوك راح نقرس ولا راح نقطع العاجين ولا نشكل كورتين قلت لكم العربية الفصحة ندخلها نخدش بزيف قنوات يتبعوني من العراق ومن الأردن ومساعدية ما يفهموش الدرجة تعنا وحاول قدر المستطاع ندخل اللغة العربية الفصحة طبعا كيما ولفتكم ديجا درت معاكم مطلوع السميد بدون عاجين ودرت مطلوع الفارينة بالزعتر بدون عاجين ثاني كوالادلك طبعا راح نحط لكم روابط في صندوق الوصف وهنا راح نهز البابي كويسو البابي يعني الورق الطهي ورق الطهي اللي نطيبوا به نديرلو الزيت ندهنو بيان بالزيت ونحط العاجينة التاعي نخليها خمس دقايق قبل ما نبدأ نحلها بيد دي يعني قد ما خليتوها تريح شوية تساعدكم تحلوها بكل سهولة ما راحش تولي لكم العاجينة كياني ننسى تقول لي كل ما نروح نحل نطلوع تعي عاودي يولي شغل إيلاستيكي يولي إيلاستيكي يتجبد ويتجمع هي تحل فيه هو يتايع ويجمع روحه خلي وهي سريح وهنا في في الطاجين اللي راح نطيبو فيه مباشرة داخل الطاجين حليتها بيدي ونخليها مدة عشر دقايق تختامر بيان ونشعلها النار فوق المتوسطة غير يولي لون تاعها أحمر من التحت نكون شعلت الفرن على ميتين درجة من فوق ندخل ديرك تمو أنا نطلوعها هكذاك بهذاك الطاجين اللي طيبت فيه ندخلها ديرك تاخد للتحميرة واحد سواج دقايق من فوق هذا ما كان يعني نفوق الفرن حتى يصبح اللون تاها نطيبها حتى يصبح اللون تاها أحمر وندخلها مباشرة في الفرن لتأخذ اللون الأحمر أيضا من فوق إلي حبينا تقلبوها تطيبوها فقط هنا بعد ما طيبتها من التحت خرجت هزيت المطلوعاتها حطيتها في سينية وحدة أخرى ودخلت لها الفرن تأخذني التحميرة وهذا هو الشكل النهائي هنا كانت ساخنة حرقت لي يديها بصح ما شاء الله والله العظيم غير الله يبارك مدت ليش بزاف وقت ما تعبتني موالو تاعتو تسويت تمتم وجتها خاصة المبتدئات كي ما عودكم غير جربوهم وفي آخر الفيديو راحين تشوفوا بعض الوصفات اللي اسبقوا درتهم كي ما خبز الخبز اللي يتبع في المحلات وكلش راح نحط لكم طبعا روابية كل تلك الصور في صندوق الوصف صندوق الوصف تلقاوه قدام تحت في هذا الفيديو التحت قدام العنوان مباشرة تلقاوه مثلث صغير هنا سخون حرق ليدية طبعا تلقاوه مثلث صغير تضغطوا على المثلث صغير يخرج لكم صندوق الوصف هذا هو صندوق الوصف ما شاء الله شوفوا كيفاش نبرج من الداخل وطياب التاع وشد لي واقعنا خمس دقايق خمس دقايق مدة النذج فقط شوفوا كيفاش خرج الله يبارك انا نموت على المطلوع بالحميس الحميس الله يبارك شاهدكم في الجنة دارت بنتي الحميس الله الله بزيت الزيتون ودوك نقطع شوية معاكم تشوفوا كيفاش اسفنجي وقطني رطب الله يبارك ما يوجعكم في الماعدة موالو جربوا غير نصحكم يا لبنت غير جربوه وراكم موالفين جربوا وصفاتي وينجحوا لكم قلت لكم شاهدكم في الجنة وطبعا دوك تشوفوا بعض الصور هنا نحط لكم روابط تاع هذ الفيديوهات اللي ما شفتوهمش في صندوق الوصف كما هذا الخبز خرج لي من أروع ما يكون وهذا المطلوع السميد بدون عجل والكسرة ارتهاب بالخبز اليابس وثانيك خبز الكوشا بملعقة خشبية بالفارينة وما تنسوش الجام في أمان الله